اوكي بنات بشرح لكم بشكل سريع ومبسط يعني ما بقى صعب الموضوع وايد عن الالوان الانتقالية وايد تيلي اسئلة ولو تلاحظون انا من زمان هم صورت مرة وشرحت وهم من قبلها يعني بين فترة وفترة احاول لان في بعض البنات مو عارفين شن يعني لون انتقالي يعني الالوان اوكي كلنا نعارفها بس ليش سموت شذي وشنو اهم الالوان الانتقالية احن بشرح لكم حق اللي يهمها بشكل عام الالوان الانتقالية تكون على الاغلب درجات من البني بس مو بني بني درجات تكون فاتحة شوي من البني اللي تكون احيانا ما يلقى الى البني المحمر او الى شوي البرتقالي احيانا معظم البنات يحبون هذي الالوان بروحها وممكن يستخدمونها بشكل يومي الالوان هذي معروفة تستخدم بشكل يومي لكن ما يدرون ان مثلا هذا هو لون انتقالي مثلا رح يعني انا حطت لكم اربع بلتات ابي اوريكم من كل بلت مثلا شون اول ما تشوفينه تعرفين اذا هذا البلت فيه الوان انتقالية او لا انا الامانة يهمني ان البلتات يكون فيها الوان انتقالية اذا انت عندك مثلا بلت في درجات البنيات وعندك الوان انتقالية وايد عادي تقدرين تاخدين اي بلت بخاطرش بدون ما يهمش هذا الموضوع لكن اذا ما عندك وايد هالالوان يعني ممكن تحرصين على هالنقطة لكن مثلا اذا بلت ما في لون انتقالي ممكن يعني لو بتاخدينه معاتش حق سفرة حق شالية حق اي مقام برا لازم تاخدين بلت ثاني يكون فيه الوان انتقالية احيانا وليس دائما الالوان انتقالية تكون ضرورية في بعض البنات عبالهم انه لازم 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 كل ميكب لك يكون فيه تستخدمين لون انتقالي لا مو لازم مو لازم ابدا عادي لوكات تتخدمينها وتسوينها وكل شي بدون لون انتقالي لكن اوه احيانا يحلي اللوك ويضيف له ويعطيه جمالية وايد يفرق لما تحطين مثلا درجة لون انتقالي احيان بقول لكم شون مثل ما قلت لكم الالوان انتقالية بعض الاحيان تجمل وتحلي اللون اللي انتحاطتها يعني مثلا مثلا حطتي لون اسود بروحة سموكي مثلا اسود بروحة لو تاخذين لون انتقالي تدمجين على الاطراف رح يطلعوا وايد احلى واجمل بدرجات لكن مو بالضرورة حسب ما انت حابة حسب ما انت تبين حام خلا اقول لكم الحين بشكل عام قول ما اشرح كالبلت ليش سموهم الالوان انتقالية من اسمهم لون انتقالي يخليت تنتقلين من لون لي لون يعني مثلا انا حطيت بنفسجي حطيت وردي دمجتهم مع بعض ممكن الدرجتين طلعوا حلوين بس حسيتين اناقص شي لو اخذ لون انتقالي اضيفه ودمجه رح يطلع خيال 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 ليش؟ لانه خناني انتقل من درجة لي درجة ودمجهم مع بعض بطريقة حلوة بيلكم عند اول بلت اول ما اشوفها البلت انا للي تعرف اكيد رح تشوف انه يعني تقريبا اقول لون واحد انتقالي اللي يكون لون واحد انتقالي صح هذا اهوى هذا اهوى اوكي هذا اقدر استخدمه كانتقالي مع اي لك لكن ما يندرج تحت بالضبط الالوان الانتقالية هذه الدرجة مضبوطة اقدر استخدمها هذا لا هذا بني 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 غامج مو يبي لا هذه الدرجة لو تلاحظونها يا اي على كأنها بنفس جي شي تذيفة مو من درجات البني أصلا فهذا البلت الحين اذا بقول درجة لون انتقالي صح في درجة واحدة اللي هي هذه اللي انا اقدر استخدمها وقدر استخدم هذا بس هذي هي الصح هذه درجة لون انتقالي من الدرجات اللي نستخدمها البلت الثاني هذا فيه أول ما أشوفه أشوف أنه فيه كذا درجة لون انتقالي فيه هذا هذه الدرجة وفيه هذه الدرجة وأقدر هم أستخدم هذه الدرجة مع أنه اللي تشوفونها تقول مثلا هذا لون برتقالي وهو لون برتقالي لكن هم يندرج من الألوان الانتقالية فإذا هذا البلت عندنا هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون اللي هو ياي برتقالي هذا ياي على رمادي فاتحة يعني تقدرين تستخدمينه كأساس تدمجين مع وائد أشياء لكن ما يندرج بالضبط تحت الألوان الانتقالية ولا هذا فأنتوا تلاحظون الدرجات شلون ياي أحين شوفونا بها البلتتين شوفوا الدرجة هذي 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 تقريبا شفتوا يعني حسيتوا الحين عرفتوا شلون الدرجات تكون تقريبا اي هني عند البلتت هذا أقدر أشوف أنا اللونين انتقالي هذا وهذا طبعا خلقوا لكم هي مش شغلة بنات الألوان الانتقالية ترى ما تكون يعني شمر هو مو ممنوع أن تستخدمين يعني دائما أقول لكم بالميكب ما في قانون لكن يعني اللون الانتقالي عموما يكون مات أنت براحتك أكيد على ذوقك تابين بخاطرك مثلا تستخدمين درجة من درجات الألوان الانتقالية لكن عندك درجة بس شمر عادي أنت بخاطرك إنه شيء يكون لامع على العين وشغلة هذي بس على الأغلب الألوان الانتقالية تكون مات مطفية يعني تخليش تدمجين الدرجات مع بعض فهذا البلت عندي هذه الدرجة وهذه الدرجة ولو تلاحظون شوفوا الدرجة هذه أنا مو قلت لكم أنه يكون على درجات البني على درجات البني المحمار شوية على البرتقالي هذه الدرجات تكون الألوان الانتقالية أي هنا عند البلت هذا مثل ما ألاحظ ألوان متعددة وايد مثلا أقدر أستخدم أنا اللي قاعد أشوفها لونين انتقالي لونين فقط اللي أقدر أستخدمهم لون انتقالي هذا ولو تلاحظونه كأنه من درجات البني المحمر اللي ياي على أورنج شوية هو المكس هذا اللون يعني ما أقدر أقولك هذا بني ولا أقدر أقولك هذا برتقالي لا هو بني على برتقالي على بني محمر يعني هذا اللون يتقولونه ثاني لون هذا اللي أقدر أستخدمه قيرت شذي لأ الألوان الباجية صريحة وألوان عادية يعني ما في لون انتقالي أقدر أستخدمه فأتمنى أن الحين كانت واضحة درجات شلون يعني شوفوا بهالطريقة أعتقد الحين مع كل البلتات أنتوا قاعد تشوفون الدرجات متقاربة قلنا بهذا البلت هني وهذا ممكن قلنا بهذا البلت هذا وهذا 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 البلت هذا مع هاللون وهني عندنا هذا مع هذا قاعد تشوفون الدرجات شلون متقاربة مثل ما قلت لكم بالبداية أن تكون الدرجات على بني على بني محمر مو البني الغامج يعني أقصد الدرجات البنيات اللي فواتح البني الفاتح البني المحمر البني اللي يأي على أورنج فمثل ما تلاحظون هذه هي الدرجات اللي يأي كلها على بني على بني أورنج على بني محمر هذه هي درجات اللون الانتقالي ومثل ما قلت لكم الألوان الانتقالية مو ضرورية مو قانون أن أنا كلك أسوي أحط لون انتقالي لا لكن لو تلاحظون في لكات نبدي فيها أصلا بالألوان الانتقالية أو في لكات ننهيها ممكن باللون الانتقالي عشان يجملها ويطلع جمال اللون اللي أنا مثلا بالأساس حطتها فهمتوا قصدي لكن أهم ما ردي أقول لكم أنه مو ضروري عادي أنت تقدرين تدمجين ألوان وتحطين ودرجات لون واحد لونين ثلاث أربع هذا الشيء مضروري لكن بس حبت أوضح لكم شنو يعني لون انتقالي متى أستخدمه لما أحس أن اللون اللي حطيته أنا كأنه ضايع كأنه ناقصة شيء أنزل أنا ما بي أحط لون ثاني لو تاخذين أي درجة تكون لايقة على اللون اللي انت حاطته مثلا فاتح اخذي فاتح غامج اخذي غامج راح تجمل اللون ورح تطلع حلو يعني مثلا أنا بخاطري أحط سموكي بني خذيت لون سموكي خذكتي أقصد لون بني سويته سموكي بس بني شوفو يعني مطفي شذي بني عادي غامج أنزل حسيته ناقص شيء من الأطراف حسيت الدمج بس ناقص شيء بروحة البنين ما طلع حلو ما أدري يا ربي أنزلين أحط معا لون انتقالي أنزلين شنو أحط معاه هلا أحط معاه هذا ولا أحط معاه مثلا هذا إذا أنا بتخيروني أحط معاه هذا على أطراف هذا راح يدمج معاه ويعطي تدريجة حلوة لكن هذا راح يجمل اللون راح يطلع حلو راح يعكس معاه فهمت قصدي بنات شلون هم تختارون للون الانتقالي حسب أنت شنو حاطة يعني حسب أنت شنو حاطة مثلا حطيتي من درجات الورديات هنا حطيتي درجات ورديات على النابي تحطين لون انتقالي ما أحط لون انتقالي شذي راح يخرب أنا أحط ورديات وعنابي مثلا ليش أحط شذي أحط مثلا لون انتقالي شذي أحط لون انتقالي شذي فهمتوا قصدي هم أخذ اللون الانتقالي اللي يجمل اللي يحلي اللي يكون شوي لايق عليه مو أخذ الألوان الانتقالية اللي يأي على شوي أورنج أو بنغامج مثلا لا يعني فهمتوا قصدي بنات أتمنى أن يعني وصلت للمعلومة أتمنى فهمتوا الشرح ما بيأصعب أكثر من شذي يعني هذا حك كل شيء عادة المبتدئة أي سؤال من عيوني أكيد رح أجاوبكم أي وحدة يبوا عندها بالت تعرف الألوان الانتقالية خلق سلي أنا رح أشرلتش علي تمام وطبعا البلتات هذي كلها عندي بالبوتيك شفتوهم أكيد بلوكات من أقوى وأحلى الألوان يعني كل بالت يقول زود عندي تمام ألوان قوية ألوان واضحة كل واحدة تأخذ أكيد اللي يناسبها لو لاحظتم أن هذا أكثر شيء على بنيات ترابيات شدي فحبت بس أوريكم إياهم وبس أتمنى استفدتم أتمنى استفدتم أتمنى استفدتم أتمنى استفدتم